قد يتخلص رئيس الوزراء محمد السوداني بشكل مؤقت من ضغط القوى السياسية لاستبدال المناصب بعد إعلانه جدول تقييم للمواقع العليا في الدولة يمتد من ثلاث إلى ستة أشهر بينما يرى منتقد هذا الإجراء بأنه مكافأة لبعض الفاسدين في الاستمرار بعمالهم لوقت أطول رغم وجود قضايا وملفات ضد بعض الشخصيات ووفق مصادر سياسية اعتبرت التقييم بأنه سيعطي السوداني فرصة للتخلص من الضغط الذي يتعرض له في قضية استبدال الدرجات الخاصة لافتة إلى أن بعض المحافظين والمدراء العامين لديهم ملفات ثقيلة في النزهة تهم بهدر المال العام وفشل في إدارة المشاريع أضافت أن أحد المسؤولين الذي يشرف على مؤسسة خصصة لها في موازنة 2021 أكثر من 400 مليار دينار مشمول بالعفو وما زال يمارس عماله